في موقف تجاوز الاعتراض على نتائج الانتخابات التشريعية العامة دعا اتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي في بيان له إلى إلغاء هذه النتائج والتحضير لانتخابات جديدة مع إبقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال وأكد البيان أن موقف الائتلاف جاء بسبب العزوف الكبير للناخبين عن المشاركة في الاقتراع الشعبي العام إضافة إلى انتشار أعمال العنف والتزوير وشراء الأصوات واستغلال ظروف النازحين وظبابية الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات ارتعينا أن يعاد النظر في عد وفرز 5% من أصوات الناخبين العراقيين لمطابقتها مع جهاز تسريع العاد ومن ثم الالتفات أو التقرير فيما سيتم فيما بعد وطبعا عندما نعطي للمفوضية فرصة مناسبة لأن تعيد الانتخابات نحن نعلم أن الحكومة يجب أن تكون في مرحلة تصريف الأعمال المتحدث الرسمي لإتلاف الناصر بزعامة حيدر العبادي الذي تشير التسريبات إلى تقدمه في نتائج الانتخابات وصف دعوة اتلاف الوطنية إلى إلغاء نتائج الاختراع الشعبي العام الذي جرى يوم أمس بالمبالغ بها هذا موضوع مبالغ بي كثيرا هناك بعض الخروقات أثيرت هنا وهناك مسؤولة المفوضية إجراء تحقيقات سريعة أما الذهاب إلى أسقاط العملية الانتخابية وحكومة تصريف الأعمال هذا كلاما نعتبر خارج السياق العملية السياسية وقد تؤيد بعض الاتلافات الفائزة موضوع انخفاض مستوى المشاركة الشعبية في الانتخابات العامة ووجود بعض الخروقات الانتخابية إلا أنها تتقاطع مع دعوة اتلاف الوطنية في إلغاء نتائج الانتخابات التشرعية العامة الذي يتطلب تقديم طعن إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفي حال عدم قناعة الأخيرة بأسباب الطعن فستكون كلمة الفصل لدى الهيئة القضائية الانتخابية بحسب خبراء القانون عليه أن يقدم طلبا إلى مجلس المفوضين مجلس المفوضين من؟ مجلس المفوضين الخاص بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حالة عدم إجابة طلبه له الحق بطعن تمييزا في قرار مجلس المفوضين أمام الهيئة القضائية الانتخابية ألا تشكل مثل هذه القضاة والتي تتولى النظر بالطعون الانتخابية خلال عشرة أيام جبن صد القرارة ويتوقع البعض أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات التشرعية العامة ستزداد ومن مختلف الاتلافات خصوصا بعد الإعلان الرسمي من المفوضية عن نتائج الاقتراع الشعبي العام محمود فؤاد الحرة بغداد